كثف سلاح الجو العراقي ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة تلعفر شمال البلاد وأوضح مصدر عسكري أن الضربات الجوية المستمرة تهدف إلى تدمير دفاعات تنظيم داعش واستنزاف قدراته العسكرية قبيل بدء الهجوم البري المرتقب لاستعادة السيطرة على القضاء هنا في العراق الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل بدء معركة استعادة تلعفر والمناطق المحيطة بها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وبحسب تقديرات فإن نحو ألفين مسلح لا يزالون في المدينة ومن المتوقع أن يخوضوا قتالا شرسا ضد القوات العراقية رغم المعلومات الواردة التي تشير إلى استنزاف المتشددين من جراء القصف الجوي ونقص الإمدادات منذ أشهر وتأتي المعركة عقب أسابيع على إعادة تجميع كافة القوات العراقية وإصلاح المعدات والأسلحة بعد إعلان تحرير الموصل بالكامل خلال الشهر الماضي وفي سياق متصل قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو عشرة آلاف إلى أربعين ألف شخص بقوا في تل عفر والقرى المجاورة فيما تقول جماعات إغاثة إنها لا تتوقع خروجا جماعيا بعداد ضخمة من المدينة إذ إن أغلب سكانها غادروا بالفعل وتقع تل عفر إلى الغرب من الموصل وتبعد نحو مائة وخمسة وأربعين كيلو مترا شرق الحدود السورية كما تقع على طريق رئيسي يشكل خط إمداد حيوي للتنظيمات الإرهابية